سيد أندريان تيكوف من موسكو أي قرار سياسي يرتكز في نهاية المطاف على مجموعة من المعلومات والتقديرات؟ وهنا السؤال يعني إلى أي مدى تعتقد حضرتك أن الكريملين يرى أن الغرب سيستمر في دعم أوكرانيا بالسلاح إلى مال نهاية؟ أولا يمكن أن نقول بأننا قد فعلا دخلنا إلى مرحلة الاستنزاف المتبادل فالدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ستحاولا تضعف القدرات الروسية لاستمرار العملات الغتالية في أوكرانيا وكذلك حتى لتؤدي هذه المساعدات العسكرية التي توصل إلى أوكرانيا حتى للأزمة الداخلية في روسيا هذا تعويل للولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت من جهة أخرى يمكن أن نقول وهذا بالمناسبة هذا ما قاله جون بولتن قبل قليل هناك مؤشر مهم جدا وهو الاختراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية فبتبع الحل الأزمة الأوكرانية ستكون من بين العوامل الرئيسية التي ستؤثر على حتى نتائج هذه الانتخابات خاصة أن ترامب يقول دونالد ترامب رئيس الأمريكي السابق يقول بأنه يقادر على حل هذه الأزمة خلال يوم واحد فلذلك طبعا نحن قد نسمع كثير من الانتقادات تجاه بايدن بسبب أن حجم هذه المصادات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا لا تؤدي إلى نتائج الحقيقية لا توجد هناك هزيمة بالنسبة لروسيا لا توجد هناك الأزمة السياسية والاقتصادية في الداخل روسيا فطبعا النخب الأمريكي والمترشحين في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يسألوا بايدن ما هو سبب استمرار هذه المصادات عليها من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف هذه المصادات فلذلك من بين السيناريوهات نحن طبعا يمكن أن نتحدث عن هجوم الأوكراني ما يسمى بالهجوم الأوكراني المضاد فهذا التعويل بالنسبة لي واشنطن على هذا الهجوم المضاد بسبب أن قد تكون هذه الفرصة الأخيرة بالنسبة لي كل من واشنطن وكيف لحصول بعض الإنجازات على ساحة القتال في حال الفاشل لهذا الهجوم المضاد فطبعا يمكن أن نعتقد أن قد يكون هناك تجميد للأعمال القتالية على الأقل خلال العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة